بسم الله السلام عليكم ومرحضة بكم اوشركوا وبروكات تعيدوا تعودوا انتمنوا ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير الله يدخل عليكم هذا العيد ان شاء الله متبعي الكرام بصحاب السلامة وبمزيد من الرزق ان شاء الله والله تقبل منه ومنكم صالح العمل الإسلامية والعربية بصحة والسلامة ومزيد من الرزق ونسألو الله تعالى يرفع لنا هذا الوباء هذا ففي البداية دينات النهار أهم حاجة هي الأضحية غدي نخلي الإخوان ديلي كي يدبحوا ويسلخوا وغدي ندوز هنا يا عجنة واحد كمية مهمة دينات العجين غدي نخرج منها إن شاء الله الخبز اليومي عادي وغدي ندير منها بطيبيطات أو المخمار بحل جميع الأسان المغربية عادة كي بغيوا افطروا بالبلفاف أو القطبان تاعة بولفاف بهكا يا بالمخامر وماشي بالخبز العادي صراحة كي يجي المخمار مع البولفاف زوين بزاف فهناي عملت العجينة ديالتي غير بطقيق أبيض والسميدة والفينو كانت تغير لإني دائما كنستعمل دقيق القمح الكامل فليوم العيد غدي نحاول نغير شوية غدي نغطي على العجين ديالي بعد ما دلقته مزيان غنغطيه إختامر ومشي نشوف شي حاجة ما نقضيها كتعرفوا نهار العيد كله كيكون فيه شقة ولكن الحمد لله كيكون تعاون كيكون كل شي ميسر الحمد لله صافي هنا كتشوفوا راني عمرت الماء ليلت عارفة عمرت الماء بزيان لأنه العمل اللي فات حلينا الروبيني في سطح كندبحوه في سطح ملقي ناش الماء كينا غير في سفلي واضطرين أنا نطلعوه من تحت فهناي درت الاحتياطات عمرتو قبل ما يقطع صافي الإخوان ديالي راه تدبحو إذا نحاول نسيق ذاك البلاصة اللي كانت فيها الدمية نتع الأضحية وهنا كتشوفوا الكردس وجدناه يعني بالدوغرة ماشي ديالت العيد الويدة ديالتي انتهزت الفرصة ديالأيام كانت فيها الحرارة وجدت ذاك الكردس ونشراتو راه يابس وخصنا غير نجمعوه هنا الأخ ديالي راه تيسلخ وخص وكان قوليه في ديالأنواع دي تحمعليه الشمش وكينا هاد النهار هاد الحرارة نسألو الله الله يجيرنا ضعيف لجلبر ديالتشكا ولجل صديتشكا والحمد لله على كل حال سوف هنا خرجت شحمة غسلتها وقترتها في الحبل وهنا عندي إشقاء ديالي لغاية سنانية غادي نختاريت أنا إنشووط في الدار الراس والكرعين غير بوحدتي ما هادش نخرجوه بحال العمل يفات للحومة الدرية ديال الحومة غادي نشوطه بنفسي باش نقاعد ليه شويان مزيان كما كان بغيوه سوف هنا الويدة ديالتي غا تقطع ليهم المرارة باش ما تكفحش ليهم أو تقطع فوق الكبدة صافي خليتهم هما ومشيت هنا يخبز الخبيزات ديالي وهنا يبقى ليه غير مخمار راه خمار صغير نطيبه إن شاء الله باش يكون واجد ناخدو به البولفاف ديالنا يعني بنسبان نهار العيد كل واحد كيفاش كيدير في البولفاف كيلي يقدموك وجبة غاداء معه شليدات والديسير وكل شي كيكون هو الغداء وكيلي كيفتر به عاد من بعد كيحضروه إما تقليا إما رسم فوار مهم كل واحد كيحضرش هيوات اللي كيبغيوه الأفراد للأسرة دياله صافي هنا يدرجوش مقلات باش نكمل الكيمياء اللي عندي بسرعة صافي مني ندبحنا هبطنا سيقت المسطح وهبطنا هنا غادين شوي وإن شاء الله ربولفاف في السفلي لأنه شوية بارد صافي شعلت الفاخر حتى شعل مزيان ودرت فيه الكبدة كيف العادة ديالقاع الأوسرة المغربية تقريبا اللي كان عرفانا أنه الكبدة كيتشواجوش تلمرات كنشويوها المرة والأولى عفوا وكن قطعوها طريفات وكندرويولها التوابل كنشوفو هنا غاد ندير واحد الكيمياء فيها شوية ديال السودانية ولي مبغاش السودانية كنترولي غير العطرية العادية اللي هي عبارة على الملحة والحميرة شوية ديال البزر والكمون كنخلط العطرية مع طريفات نتاع الكبدة وكلفوهم في الشحمة وكننعمرهم في قطيبات أنا الويدة ديالي ضروري خصة تساعد في الشوا باش تحس برأسها أنها كدوز العيد نسأل الله تعالى الله يشافيها ومدليها الصحيحة في السلامة ومدتعها في الصحة والسلامة وجميع المميمات والوالدين ديالنا يا ربي طول عمرهم في طاعة الله وهنا هاد العام هادا الأغلب يدي الجالية المغربية مدخلوش وفيهم أخوتنا وحبابنا وعائلتنا وكنتمنى إن شاء الله يرفع علينا هاد البلاء هادا إن شاء الله ونرجعون نجمعهم من جديد ونصلوا الرحيم وأكيد العيد هو لما ديال العائلة كتكون أجوة أزوينة بزاف ونسألو الله تعالى يدنينا اللي فيها الخير إن شاء الله سافي بعدما عمرت القطيبات بديك الكبدة اللي لويتها في الشحمة نرجعهم على النار حتى كدو بديك الشحمة تماماً ممكن نقدموهم بصحة والراحة مع كاس زي الأتاي بالنعناع مش حر على حقه وطريقه كي يجيوا رائعين ومع البلطيباتات زيانة أو المخمار ممكن نعتدر على الإضاءة السفلي ما فيش إضاءة مزيانة غير قبلوا عديا وخلاص للضروري نتقاس معكم مخاغر مقتطفات من العيد فصراحة كما قلت لكم العيد دازوين ولكن بقات فيه بلاصة العائلة والخوت والحباب سألو الله تعالى الله يرفع علينا هذه الوباء إن شاء الله ودخل الجديد ديتنا من أنحاء العالم من عند الحباب ديالهم ويدوز وقتزوينه في العيد إن شاء الله سافي نهار الأول نهار الثاني كان نقطع فيها الدبيحارة تقسمت معكم فيديو وكذلك نحضر للحم بالبرقوق وخاصة هاد المزيج ديال اللي حلو والمال عزيز عينينا في الدار فكن نحرص أنني نقدموه أكثر نديرو كثر من مرة وكيجيزوين صراحة باللحم ديال العيد مع عطرية وما كنحستاجوش فيها شي طب زيارة تكون خاصة غير عطرية عادية ونصبتو غير بسمن مع الدبيحة فيها ديدا مفجتة رائعة ومعلكة ومدغمرة والله المدقتش هو منه نتمنى إن شاء الله إنه هنا الإعجاب ديالكم ونخليكم إن شاء الله رابط ديال طريقة تقطيع الخارف بدون الاحتياج للقزار وكذلك الحم بالبرقوق وطريقة تحضر ديال الكباب اللي كي يجفتي ويدوب في الفم نخليكم إن شاء الله رابط في البطاقات عندكم في هذا الفيديو هذا في النهاية وكذلك في خانات الوصف ما بقى لي إن لا نقول لكم تهلا الله فروزكم للمنتقى في فيديو قادم بإذن الله وأستودعكم في حفظ الرحمن مع السلامة اشتركوا في القناة